وبعد يوم من محاولة الانقلاب ضد رئيس طيب رجب طيب إردوغان حفى الرئيس الأمريكي باراك أوباما حفى كل الأطراف في الأزمة التركية تجنب أي سلوك يؤدي إلى زعزعة الاستقرار أوباما وخلال اجتماعا مع مستشاريه للأمن القومي والسياسة الخارجية دعا تركيا إلى الالتزام بحكم القانون وتجنب أي أفعال تؤدي إلى المزيد من العنف وانعدم الاستقرار مجددا دعمه للحكومة التركية المدنية والمنتخبة ديمقراطيا وألمح أوباما إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لتعاون متواصل مع تركيا في محاربة الإرهاب